المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اللي بيقول إنه في دوق ما تردد عن أنباء بالشأن صدور قرار بإلغاء تسجير رقم الهاتف المحمول كشرط لتحديث البطاقة التموينية طبعا البطاقة التموينية دي مهمة جدا وكل الناس وأهلينا الحقيقة خاصة البسطاء اللي يمكن ما بيعافوش يقروا يكتبوا بيحاولوا يروحوا للمكاتب وبيقولوا فخليني أبسط لكم في إشاعة طلعت بإنه لو الرقم المحمول مش موجود يبقى حتتلغي لا الإشاعة دي بيأكدها طبعا إن هي مش هتتلغي ولكن ضروري إن إحنا نروح نسجلها في أقرب مكتب أو مكاتب الخاصة بالتموين ويتواصل المركز أيضا مع وزارة التموين والتجارة الداخلية واللي نفت تلك الأنباء أكدت بقى الوزارة بإيه أنه لا صح لإلغاء تسجيل الرقم الهاتف المحمول كشرط لتحديث البطاقة التموينية وأنه لم يتم إصدار أي قرار في هذا الشأن مشددة على استمرار تطبيق عملية تسجيل رقم الهاتف المحمول على البطاقة التموينية دون إلغاءه حيث يشترط أن يكون رقم الهاتف مسجل بإسم رب الأسرة يعني ببساطة يعني يعني الأب أو رب الأسرة ممكن يكون رب الأسرة أم يعني هي المسؤولة سواء مين رب الأسرة يسجل الرقم التليفون بتاعه على البطاقة وده طبعا البطاقة اللي أنتوا بتحدثوا فيها البيانات وأكد المركز مشيرا لأنه تم مد فترة تسجيل أرقام الهواتف المحمولة لمن رسلت لهم رسالة طبعا فيه رسال بترسل على بون الصرف وده لحد 30 يونيو 2022 يعني الخبر كده بيأكد بأنه فيه ناس بتقول مش مهم تسجيل رقم التليفون لا الرقم التليفون مهم ورب الأسرة يسجل رقم تليفونه أو كانت أب أو كان أم المهم يكون فيه في التحديث الخاص بالبطاقة التموينية رقم للتليفون وده بالنسبة لكم أمن وأمان كمان أن البطاقة تبقى خاصة بيكم وليكم وما حدش يستعملها غيركم أبدا